بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة هي أولى حلقات مادة الأفات الزراعية المكررة على جميع التخصصات حلقة النهاردة هي حلقة تمهيدية بنعرفكم فيها الأهداف العامة لمادة الأفات الزراعية المادة زي ما قلت لكم مكررة على جميع التخصصات أنت هتدرسها في المدرسة بمعدل 3 حصة أسبوعيا حصتين عملي وحصة نظري وإن شاء الله في نهاية العام بإذن الله هتمتحن فيها برضو امتحان عملي وامتحان نظري المادة مهمة جدا لأنه ما ينفعش تكون حضرتك مهندس زراعي وما عندكش خبرة في مجال مكافحة الآفات الزراعية سواء كان آفات نباتية أو آفات حيوانية أو آفات حشرية هنعرفك يعني إيه آفة وإيه هي الأضرار اللي بتسببها الآفات للمحاصيل المختلفة وإزاي تكافح الآفات دي وإيه هي الأهداف العامة من دراستنا لمادة الآفات الزراعية كل ده هنعرفه مع بعض لما نبدأ حلقة النهاردة إن شاء الله تعالوا بينا عزيزي الطلبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم وحنتعرف في أول حاجة على الأهداف العامة لمادة الآفات الزراعية تعالوا بينا نبدأ حلقة اليوم ونشوف أول هدف من أهداف تدريس مادة الآفات الزراعية أول حاجة عندنا إكساب الطالب الخبرة والمعرفة التي تمكنهم من التعرف على مظهر الإصابة للآفات حتى يتمكن من تحديد نوع الآفة وتعداد نسبة الإصابة بالآفات المختلفة ثاني هدف من الأهداف العامة تعريف الطالب الوسائل المختلفة والمتبعة في مجال مكافحة الآفات ثلاثة تعريف الطالب الأسس العلمية التي تراعى عند وضع برنامج المكافحة لغرض الحد من تلوث البيئة والمحافظة على صحة الإنسان وأيضا المحافظة على ممتلكاته الهدف اللي بعد كده التعرف على الآفات الحشرية من ناحية وضعها التقسيمي والعوائل النباتية التي تهاجمها وتاريخ حياة الآفة يعني دورة حياتها والأضرار التي تسببها وأيضا الوسائل التقليدية وغير التقليدية في برنامج المكافحة رقم خمسة التعرف على الآفات الحشرية التي ظهرت حديثا ولم تكن تشكل خطرا في الماضي نظرا لزيادة تعدادها في البيئة المصرية وأبسط مثال على الكلام اللي احنا بنقوله ده اللي هو سوسة النخيل الحمراء اللي بدأت تشكل آفة خطيرة جدا على أشجار النخيل في جمهورية مصر العربية الهدف السادس التعرف على مجميع المبيدات المستخدمة والآثار المتبقية داخل النباتات والتي قد تضر بالإنسان وممتلكاته وأنسب معدلات الاستخدام وتركيز المبيد الهدف السابع التعرف على طرق المكافحة الحديثة والتي تحافظ على البيئة من التلوث بالمبيدات زي المكافحة الحيوية والمكافحة الميكروبية وأيضا استخدام المستخلصات النباتية الهدف اللي بعد كده التعرف على أهم الآفات التي تصيب المحاصيل الاقتصادية وأيضا طرق مكافحتها ولما نقول المحاصيل الاقتصادية مقصود بها المحاصيل الاستراتيجية زي محاصيل الحبوب وأيضا محصول القطن التعرف على أهم الآفات الضارة بالإنسان وأيضا بالحيوان اللي احنا بنسميها الآفات الطبية وأيضا البيطرية تعالوا بقى ندرس مظاهر الإصابة بالآفات الحشرية والحيوانية هناخد أول حاجة مظاهر الإصابة بالآفات الحشرية بس قبل ما نبدأ هنعرفكو يعني آفة كلمة آفة أعزائي الطلبة والطالبات مقصود بها أي كائن حي بيدور بالإنسان وممتلكاته لازم يكون الآفة كائن حي وانت بتملك ايه في الحياة؟ بتملك المأكل يعني المحاصيل اللي انت بتزرعها وأيضا الملبس يعني الملابس اللي حضرتك بترتديها الآفات هي بتدورك في النقطتين دول أي آفة بتدور الإنسان وممتلكاته يعني بتدورك في صحتك في مأكلك في مشربك في ملبسك تعتبر بالنسبة لك آفة خطيرة جدا سواء كانت آفة نباتية أو آفة حشرية أو آفة حيوانية وحنعرف دلوقتي الفرق بين التلات أنواع باختصار شديد جدا احنا حابين عزائي الطلبة والطلبات نعمل لكم بس فرق بسيط بين صف الحشرات والمملكة الحيوانية لأنه انتوا عارفين أنه الآفات الحشرية هي أخطر أنواع الآفات على سطح الكرة الأرضية تعالوا نبص على الرسم كده ونعرفك الفرق بين الآفة الحشرية والآفة الحيوانية لازم تكون الآفة الحشرية جسمها مكون من ثلاث مناطق منطقة الرأس ومنطقة الصدر وأيضا منطقة البطن طيب منطقة الرأس دي بتحمل ايه؟ بتحمل زوائد مختلفة مثلها قرون الاستشعار زي ما انتم شايفين ولها وظائف عديدة جدا وبتحمل أيضا زوج من الأعين المركبة وأيضا أجزاء الفم المتحورة لأداء وظيفة معينة سواء كانت أجزاء فم قارضة أو أجزاء فم ساقبة مصة أو أجزاء فم العقة أو أجزاء فم مصة أي نوع أجزاء الفم يبقى دي منطقة الرأس وبتحمل أيضا تلات عيون بسيطة بتستخدم في تمييز الألوان طيب منطقة الصدر بتتكون منطقة الصدر في الحشرات من ثلاث حلقات صدرية حلقة صدرية أولى وتانية وتالتة وكل حلقة صدرية أعزاء الطلبة والطلبات بتحمل زوج من الأرجل المفصلية يعني لازم تكون الحشرات عدد الأرجل فيها ستة أرجل مفصلية بالنسبة للأجنحة اللي بتستخدم فيه الطيران أنا عندي زوجين من الأجنحة الحلقة الصدرية الأولى الحلقة الصدرية التانية بتحمل الزوج الأول من الأجنحة ثم الحلقة الصدرية الثالثة بتحمل الزوج التاني من الأجنحة وهناك بعض الروتب في الحشرات لا تحتوي إلا على زوج واحد من الأجنحة وتحورت الزوج الخلفي من الأجنحة فيها إلى أداء وظيفة معينة مثل دبابيس الاتزان في الزباب المنزل اللي احنا بنقول عليها رتبة ذات الجناحين طب منطقة البطن زي ما انتوا شايفين مكونة من 11 حلقة يعني 11 حلقة بتحمل في نهايتها الزوائد التناسلية والقرون الشرقية الرسمة دي مهمة جدا أعزائي الطلبة والطلبات عشان هي دي اللي هتفرقلك بين الآفة الحشرية وأيضا الآفة الحيوانية طب تعالوا بقى ندرس مع بعض أنواع الآفات المختلفة أول نوع عندنا اللي هو الآفة النباتية آفة نباتية يعني بتتبع المملكة النباتية طيب أشهر آفة نباتية عنده هي الحشاش طب إيه المقصود بالحشاش؟ أي نمو خضري يظهر في التربة بخلاف المحصول الرئيسي حتى لو كان الحشاشة دي النبات قابل للأكل من قبل الإنسان ولتكن مثلا زي الملوخية زي أي حشاشة تانية طالما الإنسان لم يقوم بزراعتها بيده فهي تعتبر بالنسبة لحشاشة بتشارك المحصول الرئيسي في المكان وأيضا تشاركه في الغذاء وبالتالي المحصول بينمو بصورة ضعيفة ولا يعطي إنتاج كبير وبالتالي لازم أتخلص من هذه الآفة النباتية اللي هي الحشاش أيضا من ضمن الآفات النباتية الخطيرة جدا اللي هي التحالب التحالب دي اللي هي عبارة عن الخيوط بتنمو فوق سطح الماء الراكد بيسميها العامة بي الريمو عندي أنواع كتيرة منها بتقسم حسب اللون تحالب خضراء، تحالب صفراء، تحالب بنية، تحالب حمراء أي أن كان اللون أنواع متعددة وكثيرة جدا من التحالب أيضا النباتات الزهرية المتطفلة نبات زهري متطفل يعني النبات يعتمد على المحاصيل في الحصول على غزائه عندي أنواع كتيرة جدا عندي فيه نباتات كاملة التطفل ونباتات نقصة التطفل النباتات كاملة التطفل بتشمل الهلوك اللي بيتطفل على الفول والطماطم وايضا البرسيم اللي بيتطفل على الحمول اللي بيتطفل على البرسيم والكتان وعندي نبات اسمه نبات العذار بيتطفل تطفل ناقص على الزرة الشامية وقصب السكر ومن ضمن ايضا الافات النباتية الفطريات طبعا كلكم عارفينها وايضا البكتري اتنين الافات الحيوانية وحندرس مع بعض منها انواع الاكاروسات النماتودة الكوارد الطيور الرخويات زي القواقع والبزاقات اخر حاجة في انواع الافات اللي هي الافات الحشرية وقلت لكم بقى بتشمل كل انواع الحشرات اللي بتنطبق عليها الصفات العامة للحشرات اللي احنا لسه ذكرينهم من شوية جسمه كان من ثلاث مناطق العقص وصدر وبطل ورأس بتحمل زوائد معينة والصدر بيحمل زوائد معينة وايضا البطل بيحمل زوائد معينة لازم تفرقوا بين الافة الحشرية والافة الحيوانية وانتو دلوقتي مهندسين قد الدنيا فما ينفعش يتقول مثلا عن كبوت ده حشرة لا ده حيوان لانه بيملك اربع ازواج من الارجل المفصلية يعني عنده تمن رجلين فما ينفعش مش مطابق عليه الصفات العامة للحشرات طيب علشان تصف الحشرات ده طبعا صورة بتبين لك هنا انواع مختلفة من الافات ده افة نباتية اللي هو الهلوك وده افة حشرية دي ديوز السمر العنب وده العنكبوت الاحمر كمثال لافة حيوانية تعالوا بقى نقسم الافات الحشرية اعزاء الطلبة والطالبات لثلاث اقسام رئيسية على حسب عدد عوائلها يعني على حسب عدد النباتات اللي بتتغزى عليها وعدد المحاصيل اللي بتحصل منها على غزاها اول نوع عندي حشرات متعددة العوائل متعدد العوائل يعني يتغزى على اي نمو خضري في الارض المثال اللي عندي دودة ورق القطن الحفار وايضا الجراد اللي هو طبعا افة خطيرة جدا وقد يؤدي الى حدوث مجاعد بسبب الاصابة باسراب الجراد لانه بيجرد الارض من اي نمو خضري وبالتالي ده افة خطيرة جدا والجراد بالمناسبة هو اكبر تجمع حشري على وجه الارض يعني اكبر تجمع من الكائنات الحية بيتم تجميعه في مكان واحد هو حشرة الجراد ودي طبعا بتكون اسراب قد تسد عين الشمس اثناء عملية الطيران اتنين حشرات محدودة العوائل يعني بتتغزى على عدد محدود من النباتات والمثال اللي عندي زي ديدان اللوز سواء كان ديدان اللوز القرنفولية او ديدان اللوز الشوكية او ديدان اللوز الامريكية اين كان النوع وتاني نوع اللو هو الساقبات و الساقبات مقصود بيها دودة الكصب الكبيرة دودة الكصب الصغيرة وايضا دودة الزراء الاوروبية تالت نوع والنوع الاخير اللو هو حشرات وحيدة العائل يعني مصدر جزائها عائل نباتي واحد يعني محصول واحد والمثال اللي عندنا اللو هو بق القصب الدقيقي ومن اسمه يعني بيتغزى على محصول القصب ممكن يجيلك أعزائي الطلبة والطلبات سؤال عالي في الجزئية دي يقولك تفيد الدورة الزراعية في مكافحة بق القصب الدقيقي ولا تفيد في مكافحة الجراد الإجابة باختصار شديد جدا هتقوله لأنه بق القصب الدقيقي حشرة وحيدة العائل بينما الجراد حشرة متعددة العوائل لا تفيد في مكافحتها الدورة الزراعية وبالمناسبة الدورة الزراعية أنت درستها أكيد في المحاصيل اللي هي نظام تعاقب زراعة محصول معين في عرض معينة خلال فترة زمنية معينة وبالتالي أنت لما تحرم الحشرة وحيدة العائل من المحصول الرئيسي بتاعها بالتالي هتموت وحنكسر دورة حياتها تعالوا بنا أعزائي الطلبة والطالبات ننتقل لجزئية ونوريكم مع بعض أمثلة للحشرات دي طبعا قد الجراد وقد الحفار متعدد العوائل وهنا دوت اللوز الكورنفولية دي محدودة العوائل والنوع الأخير ده باق القصب الدقيقي زي ما انتوا شايفين في شاشتنا الجميلة بنوصل لكم المعلومة بالصوت والصورة علشان تثبت في أزهانكم لأطول فترة ممكنة ومدة الأفات الزراعية من المواد الشيقة لأنها بتخاطب الكائنات الحية ودي طبعا باق القصب الدقيقي وحيد العائل تعالوا بقى نتطرق أعزائي الطلبة والطالبات لجزئية مهمة جدا في المنهج اللي هي طرق التعرف على مظاهر الإصابة بالحشرات المختلفة وأيضا بالآفات الحيوانية الأخرى هناخد أول حاجة مظاهر الإصابة بالحشرات أو بالآفات الحشرية اللي بتتغذى بقرض العائل يعني بترجمها أنه أجزاء الفم فيها من النوع القارض تعالوا ناخد أول حشر عندنا وأشهر حشر عندنا في جمهورية مصر العربية وأيضا من أخطر الآفات اللي هي مظاهر الإصابة بدودة ورق الكطن أول حاجة لو أنا نزلت أرض مزروعة بمحصول الكطن ومصاب بحشر الدودة ورق الكطن هلاحظ إيه أول حاجة هلاحظ وجود لطع البيض على الأوراق اللي هي كتل بيض الفراشة اتنين تآكل الأوراق مع وجود سقوب بها أنا لسه أقل دلوقتي أنه أجزاء الفم فيها من النوع من النوع القارض وبالتالي هلاحظ فيه تآكل وسقوب في الأوراق طب إيه المشكلة اللي عندي يا دكتور لما يكون الأوراق فيها سقوب وتآكل ما أنتو عارفين أنه الورقة هي مصنع النبات لأنه الورقة هي اللي بيتم فيها عملية التمثيل الضوئي أو بنقول عليها عملية البناء الضوئي أو بسموها حتى الفوتوسينسيز يعني إيه يعني النبات بياخد سانيوكسيد الكربون وبياخد المية من الجزر وبتصعد إلى أعلى فيه المصنع النبات اللي هو الورقة اللي موجود فيه البلسيدات الخضراء اللي هو الكولوروفيل وأيضا موجود في إيه موجود في ضوء الشمس بيحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية ويديني أول مركب غزائي على وجه البسيطة أو على وجه الكرة الأرضية اللي هو سي 6 اتش 12 او 6 اللي هو سكر جلوكوز وأيضا بيديني أكسوجين عشان عملية التنفس ودورة العناصر تتم سبحان الله يعني عملية البناء الضوئي هي أصل الحياة وأنا بسميها كده هي معادلة الحياة يبقى لازم تكون عارف يعني بناء ضوئي طب النبات لما يفقد جزء من الورقة حيقوم بنفس العملية دي بنفس الكفاءة أكيد لا طبعا وبالتالي حديني محصول أقل وبالتالي حيبقى عندي محصول غير جيد وكمية وأيضا بتكون غير كافية بعد كده هلاحظ أيضا لو أنا نزلت الحقل المصاب هلاقي أنه في رائحة مميزة للحقل المصاب بتعرف من على مسافة بعيدة أو بنقول عليها بتعرف من على بعض بعد كده بتصيب البرسيم وتتغزى على الأوراق والبراعم واستمار وتعمل على تلف التقوي الكلام الكبير دي يا دكتور أنت بتقول لي اسمها دودة ورق الكطن يعني بتصيب الكطن لأ ما أنا لسه أقل لك من شوية أنه دودة ورق الكطن دي حشرة متعددة العوائل يعني بتصيب أي نمو خضري بيصادفها لو لقيت القطن أوكي لو لقيت البرسيم ما فيش مشكلة القم حماش أي نمو خضري هي متعددة العوائل يعني لها أكبر أكتر من مصدر في الحصول على الغزاء بعد كده بتتغزى على أوراق وثمار العنب وتتلفها طبعا تعرفين أنه المحصول العنب أو العنب عندي في منه محصول ورقي وأيضا محصول سمري وبالتالي المحصول الورقي بيتلف وأيضا السمار بتتلف وبيهاجمها المسببات المرضية وهي بتؤدي إلى عفن هذه السمار طبعا جابين لكم هنا في شاشتنا الجميلة مظاهر إصابة أي دي طبعا دي الحشرة الكاملة اللي هي الفراشة ودي طبعا كتلة البيت زي ما أنتم شايفين البيت بيفقس ويتحاول ليرقات ثم اليرقات بتتغزى وتنسلق عدة انسلاخات وتتحول إلى العزراء ثم تتحول إلى حشرة كاملة وده بنقول عليه أولاد التطور التام ودي طبعا اليرقات شايفين السقوب في الأوراق وأيضا دي أيضا صورة لليرقات أثناء تغزيتها على الأوراق الخضراء حناخد تاني آفة معنا اللي هي دودة اللوز الكورنفولية وسميناها بالاسم ده بالمناسبة علشان اليرقات بيكون لونها لون الكورنفل وانتوا حتشوفوا اليرقات دلوقتي معنا بالصوت والصورة في شاشتنا المتميزة شاشة في بيتنا مدرسة أول حاجة بلحظها لو أنا عندي إصابة بتتغزى على أعضاء التذكير في البراعم وتطلفها اتنين بتعمل على تلف مصراع واحد من اللوز انتوا عارفين طبعا لوز الكورنف بيكون فيه أكتر من مصراع يعني أكتر من فصل هي لما بتدخل فيه أي مصراع من هذه الفصوص بتعمل على تلفه وبالتالي بيصاب أيضا بفطريات العفن وبيعدي إلى ظهور مرض خطير جدا فيه علاقة طردية بين الإصابة بديدان اللوز وظهور هذا المرض على النبات اللي هو العفن الجاف في لوز الكورنف اللي بيسببه أحد الفطريات الزاجية الخطيرة جدا بعد كده انتشار ظاهرة المبرومة في المخازن طبعا تعرفين اللي يرقى أثناء التغذية بتدور باستمرار وبالتالي النسيج بتاع القطن بيكون نسيج مبروم وبالتالي لا يصلح للغزل في مصانع الغزل والنسيج طبعا انتم مستنيين تشوفوا شكل اللي أنا قلتلكوا علي آياد الفراشة دي الحشرة الكاملة ودي طبعا اللي يرقى اللونها لون القرونفل عشان كده سميناها دودة اللوز الكورنفلية وأنا أخلي بالكو المنهج بتاعنا باستمرار حتلاقي انه اسم الحشرة أو اسم الآفة بيسمى أو بيطلق على الطور الضار منها يعني حتلاقوا مكتوب ايه دودة اللوز الكورنفلية يبقى أنا في دماغي حاطت سنسور كده أو حاطت مؤشر ان الطور الضار حيبقى ليرقى عشان كده سميتها دودة اللوز الكورنفلية أو دودة ورق الكوتنة أو أيا كان اسم الحشرة اللي هيقابلنا ان شاء الله خيب تعالوا ناخد الحفار الحفار طبعا عايش تحت سطح التربة وبالتالي أعراض الإصابة كلها اللي أنا حلاحظها هتكون موجودة أسفل سطح التربة أول حاجة قرض جزور النباتات أسفل سطح التربة اتنين قرض الأجزاء النباتية الموجودة تحت سطح التربة زي الدرانات زي الكورمات وبتعمل أو بيعمل على تلفها ودي طبعا صورة للحفار ودي صورة للحفار تحت سطح التربة شايفين عملية قرض الجزر ماشية ازاي وبالتالي ودي طبعا المنزل أو النفق اللي بعيش فيه الحريات والدودة القرض طيب تعالوا نشوف بقى مظاهر الإصابة وآخر واحدة في الحشرات اللي أجزاء فمها قرض مظاهر الإصابة بحشرات الحبوب والمواد المخزونة يعني الحبوب اللي ممكن تتخزن في المخازن لو أنا فتحت مخزن مصاب حلاحظ إيه أول حاجة عندي ظهور الفراشات والسوس والخنافس فوق أكوام الحبوب اتنين وجود حبوب متآكلة ومثقبة يعني فيها سقوب تلاتة وجود بقع سوداء على البقول وليكن مثلا بوزور الفول بتلاقي على نقطة السوداء كده أعرف ان هي مصابة بالسوس أو مساوسة لأنه ده المكان اللي وضعت فيه الأنسة البيض والأرن أخضر في الحقر للحبوب المصابة رائحة أيضا مميزة بتعرف من على بعد وارتفاع درجة حرارة الحبوب ووجود حشرات ميتة وبقايا جلود الانسلاخ مختلطة بالحبوب هنعرف بعد شوية يعني انسلاخ يعني تغيير الجلد عملية الانسلاخ عملية مهمة جدا في الحشرات لأن جلد الحشرة أو الجدار الخارجي للحشرة بيكون من مادة صلبة جدا اسمها مادة الكيوتكل لا تستطيع وير قابلة للنمو وبالتالي لابد من تغييرها باستمرار عند مرحلة أو كل مرحلة من مراحل النمو الحشري المختلفة تعالوا بقى عزاء الطلبة والطلبات نوريكم الصور لأفاة الحبوب والمخزونة بتشمل كل أنواع السوس وكل أنواع الخنافس تعالوا ناخد بقى النوع التاني اللي هو مظاهر الإصابة بالحشرات التي تتغذى عن طريق امتصاص عصارة النبات أترجم إيه يا دكتور يبقى أجزاء الفم بتاعة الحشرة دي ساقبة ماصة وديكم مثال عشان تعرفوها زي البعوض اللي بيقرسنا كده هو بيعمل على ساقب الجلد ثم امتصاص الدم علشان كده بنقول أجزاء الفم فيه من النوع الساقب اللي إيه الماص هناخد أول مثال عندنا اللي هو مظاهر الإصابة بالحشر القشرية الحشر القشرية بتصيب الموالع بتصيب أشجار الفيكس بتصيب أشجار الحلويات حشرة خطيرة جدا لأن هي بتعمل ضرر مباشر وغير مباشر الضرر المباشر إنها بتغطي أو الغير مباشر إنها بتغطي سطح الورقة وبالتالي بتحجي بالضوء عن الأوراق وبالتالي النبات لا يقوم بعملية البناء الضوء دي أول نقطة النقطة التانية أجزاء الفامر فيها من النوع الساقب الماص بتعمل على امتصاص عصارة النبات وتسبب خطوط صفراء اللون اثنين هي بمصة العصارة أو امتصة العصارة بتاعت النبات إيه اللي يحصل للنبات حيفقد الغذاء بتاعه وبالتالي حيديني محصول لا يبقى صغر حجم السمار وأيضا طعم السمار بيكون طعم حمضي يعني مرغة المزاق تعالوا نستعرضهم بقى مع بعض في عجالة كده أول حاجة عندي تتغذى بامتصاص عصارة النبات وتسبب زي ما نقل لك من شوية خطوط صفراء على الأوراق اثنين صغر حجم السمار المصابة مع ارتفاع نسبة الحموضة بها تعالوا بقى نشوف مظاهر الإصابة بالصوت والصورة دي الحشرات القشرية شايفين أعدادها طبعا القشرة السوداء دي بتكون تحتيها الحشرة الكاملة بعد كده المن المن آفة خطيرة جدا جدا لمعظم النباتات لأنه هو متعدد العوائل لو أنا عندي إصابة وحن نستعرض لكم في فيديو دلوقتي في شاشتنا المتميزة بيوريك المن ومظاهر الإصابة وكل شيء دلوقتي مع بعض إن شاء الله تتغذى بامتصاص عصارة النبات وتسبب بقع صفراء اللون هناك كان خطوط في الحشر القشرية يركزه عشان صحه غلط اثنين إفراز الندوة العسلية لو قالك يعني ندوة عسلية يعني وجود محلول سكري على الأوراق ده نتج يعنيه لأنه الحشرة بتمتص كمية كبيرة جدا من الكربوهايدرات أثناء عملية التغذية طب الكمية الكبيرة دي هي عايزها لا هي مش عايزها فبتتخلص منها على الأوراق في صورة ندوة عسلية ثالث حاجة التصاق الأطريبة ببيع الأوراق ونمو فطريات العفن الأسود وتجمع النمل على المادة العسلية يعني على النباتات المصابة بعد كده وأخطر حاجة وأهم حاجة عندنا اللي هو نقل الأمراض الفيروسية طبعا نقل الأمراض الفيروسية بيعمل لي مشكلة كبيرة جدا لأن انتوا عارفين من الصعوبة بمكان أننا عالج الأمراض الفيروسية علاج المرض الفيروسي هو التخلص من النباتات المصابة إما بالحرق أو بعملية الدفن ثم تطهير الجوار المصابة طبعا دي صور بتبايل لك مظاهر الإصابة واد الحشرة الكاملة للمن ودي طبعا المن حنوريكو دلوقتي إن شاء الله فيديو معانا هتشوفوا فيه المن بيعمل إيه في النباتات ومظاهر الإصابة شايفين التجمع الحشر يقد إيه واد الحشرة الكاملة والمن طبعا من الحشرات اللي هي بنقول عليها بتبع ردة متشابة الأجنحة أو نصفية الأجنحة المتشابهة والتطور فيه بيكون تطور ناقص أو تدريجي والطور الضار فيه بيكون الحرية والحشرة الكاملة وزي ما احنا قالين من شواء شايفين العملية دي بنقول عليها عملية توالد بكري والظاهرة دي مش موجودة في معظم الأفات يا أولاد هي موجودة في أفات معينة الحشرة الكاملة بيبقى لها القدرة إن هي تضع صغار بدون تزاوج يعني إيه صغار بدون تزاوج يعني ما بتتمش عملية ترقيح واغصاب هي من نفسها كده لها القدرة إن هي تضع الصغار بدون تزاوج شايفين أدي أثناء عملية الولادة وده فيديو مميز جدا حيثبت المعلومة في دماغك لأنه المن من الحشرات اللي عدد الأجيال بتاعتها بتتروح حوالي 54 جيل في السنة يعني تخيلوا بمعدل مرة أو بتضع جيل أسبوعيا طبعا هذه الحشرة الكاملة عددها بتبقى كبيرة جدا وبتصيب معظم المحاصيل سواء كان محاصيل حقلية أو محاصيل خضر أو محاصيل فكهة وأشهر أنواع المن من الفول مثلا من القمح اللي بقولوا على من الغلال طبعا شايفين هذه الحشرات بيوريلك طبعا أنه في منها حشرات بتبقى عديمة الأجنحة وفي منها حشرات مجنحة زي ما أنتوا شايفين لما بتكون الظروف البيئية غير مناسبة أو غير ملامة بتبدأ تظهر الأجنحة وتهاجر من هذا المحصول وبتهاجم محصول آخر طبعا ظاهرة مميزة جدا اللي هي ظاهرة التوالد البكر بيكون موجودة فيه زكور نحل العسل أيضا اللي هي الزكر بيبقى أحادي المجموعة الصبغية اللي هي نون طبعا ده أبو العيد زو 11 نقطة طبعا لكل آفة بيبقى عدو حيوي طبعا المن أعداء الحيوية كثيرة جدا أسد المن النمل أبو العيد طبعا شايفين الكسافة العددية للآفة عزاء الطلبة وطلبات آفة خطيرة جدا أعدادها خطيرة جدا وتمتص العصارة النباتية وتؤدي إلى صفرار الأوراق وإفراز النادوة العسلية وأيضا نقل الأمراض الفيروسية وأجزاء الفم الساقبة المصة بتؤدي إلى ظهور الإصابة بفطريات العفن الأسود مما يؤدي إلى تلف النبات بأكمل وشايفين أدي النمل بيهاجم الندوة العسلية اللي بيفرزها حشرة المن شايفين الكسافة العددية للمن طبعا بنوريكو هنا أيضا إزاي بنستخدم المتطفلات والمفترسات ده أسد المن طبعا اللي هو بيهاجم حشرة المن بدل مروش مبيدات ملوسة للبيئة لا بنستخدم أعداء حيوية صديقة للبيئة بتهاجم الحشرة الضرة أو الأفة الضرة وبتقضي عليها اللي احنا بنسميه شايفين هو دلوقتي بيضع البيض بتاعه داخل جسم الحشرة شايفين بقالة وضع البيض البيض ده هيفقس داخل جسم الحشرة الكاملة وبيطلع منه اليرقات شايفين لو انتوا شايفين اليرقى لنا بيتغير اليرقى حاليا بتتغزى على الحشرة الكاملة داخل جسمها وبعد فترة بتتحول إلى عزراء ثم حشرة الكاملة وبتخرج الحشرة الكاملة من شايفين شايفين الفتحة دي بتخرج منها الحشرة الكاملة وبتترك المن في صورة بنقول عليها المميوات أو الممياء وبكده بتكون ماتت الحشرة وانكسرت دورة الحياة تعالوا بقى ناخد الحشرة التالتة اللي معنا اللي هي مظاهر الاصابة بيه الزبابة البيضاء لو انا نزلت ارض مزروعة باي محصول لان هي ايضا متعددة العوائل وكانت مصابة بالزبابة البيضاء هلاحظ ايه اول حاجة هلاحظ ان الزبابة البيضاء بتتغزى بامتصاص عصارة النبات وتسبب بقع صفراء اللون طيب اتنين افراز الناد والعسل كل ده زي المن تلاتة دي بقى اللي مختلفة شوي انتشار ظاهرة احمرار الاوراق بوجود بقع حمراء داكنة اللون على السطح العلوي للورقة خلي بالكم من صح وغلط بيقابلها بقع باهتة على السطح الايه السفلي واخر حاجة زي المن ايضا نقل الامراض الفيروسية طبعا ادي الحشرة الكاملة للزبابة البيضاء زي ما انتو شايفين الاجناحة بتاعتها بنا واخد اللون الابيض عشان كده سميناها الزبابة البيضاء وهي خلي بالكم طبعا رتبة الزباب بيشمل كل انواع الزباب وكل انواع البعوض والهموش ما عدا الحشرة دي ما عدا الزبابة الايه البيضاء بتتبع رتبة المن اللي هي متشابهة الاجناحة او نصفية الايه الاجناحة بعد كده هناخد حشرة خطيرة جدا وحشرة منتشرة في جمهورية مصر العربية اللي هي حشرة التربس اللي معروفة عند المزارعين بحشرة الصعب التربس ده بيقوم بامتصاص عصارة النبات ويسبب تجاعد للأوراق وايضا بنلاحظ وجود بقع فضية اللون على السطح السفلي لورقة النبات لو قالك السؤال علل ظهور بقع فضية اللون وده على فكرة هو الوحيد اللي بسبب البقع فضية اللون لو قالك ظهور بقع فضية اللون على السطح السفلي للورقة علل هتقوله لأنه يمتص من اللي بيمتص أو بيتغزأ اللي هو التربس بتغزأ على المحتويات الداخلية للخلايا التي تقع أسفل البشرة في الورقة بيمتلق هذا الفراغ بفقاقيع من الهواء وهذه الفقاقيع بتعقس الضوء وتعطي المظهر أو المظهر الفض ده طبعاً الحشرة الكاملة للتربس والتربس بالمناسبة أجزاء الفم فيه بتبقى خادشة مصة وليست ساقبة مصة لأنه الفك العلوي بيكون أسري وبيكون ملتحم وده طبعاً البوع الفضية اللون على السطح السفلي لورقة النبات هناخد بعد كده سالساً مظهر الإصابة بالحشرات ذات الطابع الخاص يعني لها طابع خاص في التغذية هناخد منها حاجتين الحاجة الأولى اللي هي مظهر الإصابة بصانعات الأنفاق يعني ناخيرات الأوراق يعني بتعمل أنفاق في الورقة طيب ناخيرات الأوراق ده بتعمل بتتغذى على النسيج الوسطي للورقة اللي هو بين البشرة العليا وبين البشرة السفلة اللي احنا بنسميه نسيج الميزوفيل وبتضع بضها وبتصنع أنفاق في الورقة والمثال اللي عندنا ناخيرات أوراق الفول وأيضا زبابة البنجر طبعا جابل لكم صورة للحشرتين هذه زبابة البنجر ودي ناخيرات أوراق الفول بعد كده هناخد بقى الحاجة التانية اللي هو مظاهر الإصابة بالنمل الأبيض وناخيرات الأخشاب هناخد مظاهر إصابة أسفل سطح التربة ومظاهر إصابة فوق سطح التربة هناخد أول حاجة اللي أسفل سطح التربة لو أنا عندي نملة أبيض في البيت أو في المزرعة أو في المخزن هلاحظ إيه هلاحظ وجود ممرات من الطين أو الرمل تبقى على شكل أنابيب اتنين التصاق الحصر والأبسطة والحبوب بالأرض خلي بالكم نملة الأبيض أعزاء الطلبة والطلبات بتغزى على مادة اسمها مادة السليلوز هو الوحيد اللي ليه قدرة أنه يهضم المادة دي ليه لأنه فيه نوع من أنواع الهدبيات بيعيش فيه معدة النمل الأبيض اللي هو الترمايتس وبيعمل عملية تبادل منفعة هو بيعمله هضم السليلوز وبيحصل أيضا منه على الغذاء تلاتة بتعمل على تآكل الأجزاء الداخلية من أخشاب الأساس اللي هي الدوليب والأسرة وهكذا وأيضا الأرضيات المصنوعة من الخشب اللي احنا بنقول عليها الأرضيات البركي والأبواب ومع مشاهدة أجنحة الحشرات بتبقى ساقطة في موسم الهجرة بعد كده مظاهر الإصابة اللي أنا قلتلكو عليها ونوهت عليها من شوية فيه عندي تحت سطح التربة قلناهم عندي بقى فوق سطح التربة وجود سقوب صغيرة بيخرج منها فضلات الحشرة مع سماع أصوات فقوقها ليلة لو أنت بالليل كده وسمعت صوت في الشقة قريب من أي جزء في أخشاب أعرف أن أنت عندك إصابة بالنمل الأبيض والنمل الأبيض من الآفات الخطيرة جدا وبتسبب خسائر كبيرة جدا بالنسبة للأخشاب اتنين مشاهدة أكوام بتبقى على شكل بركان على أرضيات الطرق ويكون ارتفاعها تقريبا حوالي 10 سنطي لو أنت أزلت هذه الأكوام بتلاحظ أنه ده مكان العيش بتاع النمل وانتوا عارفين أنه النمل الأبيض بعيش في تجمعات أو بنقول علىها مستعمرة أو بنقول علىها طائفة بتتكون أيضا من ملكة وجنود وشغالات زي نحل العسل تماما هنا طبعا صورة بتوريكوا الحشرة الكاملة للنمل الأبيض شايفين الفقوق بتاعتها قوية جدا بتستخدمها في عمل أنفاء في الأخشاب هناخد بعد كده رابعا مظاهر الإصابة بالأفات الحيوانية اللي هي مظاهر الإصابة بالأكروسات إيه الأكروسات دي يا دكتور الأكروسات ما هي إلا عن كبوت ولكن صغير في الحجم بيصعب رؤيته بالعين المجردة الأكروسات أنواع مختلفة جدا في منها بتبقى أجزاء الفم فيها متحورة للإفتراس بتبقى أيضا متحورة لامتصاص عصارة النبات ممكن أستخدمها في تبقى عندي أكروسات نافعة باستخدمها في المكافحة الحيوية في عندي الأكروسات الضارة اللي هي بتهاجم الإنسان والحيوان وأيضا بتهاجم النبات هناخد هناخد بقى مظاهر الإصابة بالأكروسات اللي بتهاجم النبات بتتغذى بامتصاص عصارة النبات وتسبب بقع صفراء اللون هذه البقع تجف وتسقط وأيضا بتموت اتنين عندي الأكروس الأحمر في القطن اللي هو العنكبوت الأحمر العادي أو زوء البقعتين سميها زي ما تسميه بيسبب بقع حمراء بنفسجية اللون على السطح العلوي للورقة بتكون هذه البقع متمركزة حول العرق الوسطي خلي بالكوا بالمناسبة نقول لكم الاحمرار اللي علينا في منهج الأمراض أو في منهج الأفات لو أنا عندي في منهج الأفات هيقابلني كلمة الاحمرار دي مرتين مرة الأولى في الحالة دي اللي هو حالة العنكبوت الأحمر العادي لو أنا مسكت ورقة وأنا مش شاف القافة لأنه سرعة الحركة هلاحظ أنه فيه احمرار بقى حمراء بنفسجية اللون حول العرق الوسطي تسري أو تتجه فيه اتجاه حفة الورقة دون أن تصل إلى الحفة طب النوع الثاني اللي هو الزبابة البيضاء لسه ياخدينهم من شوية الطلبة اللي مركزين معايا المادة بتاعة الأفات من أكتر المواد الشيقة بالنسبة لك في المنهج أنت بتتعامل مع كائنات حية لو أنت بتتابع حلقاتنا سواء في شاشة في بيتنا مدرسة أو على قناتنا على اليوتيوب حطلب طالب متفوق لأن نحن إن شاء الله بنغطي لك كل الأجزاء المتوقع أن يجي لك منها أسئلة إن شاء الله في امتحان آخر العام النوع الثاني قلنا دي الزبابة البيضاء بتلاقي الورقة كلها بقع حمراء لونها طوب كده ده يكن على السطح العلوي لو أنت قلبت الورقة على السطح السفلي بتلاحظ إنه البقع لونها أحمر به طب النوع التالت النوع التالت ده في مادة تانية خالص اللي هي فيه أمراض النبات بلاحظ إنه الإحمرار حول الحفة في اتجاه العرق الوسطي يعني عكس العنكبوت الأحمر العادي وده بيصيب أشجار الحلويات زي المشمش والبرقوق والخوق والحاجات دي والجوز واللوز وده بيبقى سببه ارتفاع مستوى الماء الأرضي أو بنقول عليه العطش الفيسيولوجي طبعا جاب لكم هنا أكاروس الحلويات بيسبب بقع بيضاء اللون أكاروس الموالح البني بيسبب بقع صفراء اللون وده طبعا العنكبوت الأحمر العادي تعالوا بقى عزيزي الطلبة والطلبات نتطرق لتاني آفة خطيرة على المحاصيل الزراعية بتصيب معظم أنواع المحاصيل وهي متعددة العوائل هي النيماتودة طبعا النيماتودة حد منكم ممكن يستغربها ما هي إلا ببساطة حيوانات ميكروسكوبية يعني لا ترى إلا تحت الميكروسكوب أو بالعدسات المكبرة بتعيش في الطربة بجانب جزور النباتات بتتبع قبيلة الددان الإسطوانية بتسبب أضرار خطيرة ومتعددة للمحاصيل الزراعية المختلفة طب لو أنا عندي إصابة بالنيماتودة هلاحظ تعالوا بينا أعزائي طلب أن نشوف مظاهر الإصابة بالنيماتودة أول حاجة ممكن ألاحظ تبقع الأوراق وتكوين العقد كما في بعض أنواع النجيليات اللي هي طبعا الأمح والأرز والشعير اتنين الإحمرار الحلقي للسوق يعني السقان الداخلية كما فيه نيماتودة نخيل جوز الهند أورام وتعقد الجزور كما فيه نيماتودة تعقد الجزور ودي أفا خطيرة جدا في جمهورية مصر العربية أربع التقارحات الجزرية والتفارع الشياز للمجموعة الجزر اللي احنا بنقول عليها ظاهرة اللحية خمسة الانتفاخ الطرفي والمنحني للقمة النامية للجزر المعروف أن القمة النامية للجزر بتكون مدببة لا بلقية هنا منتفخة ومنحنية فأعرف أن أنا عندي إصابة بالنيماتودة آخر حاجة استمرار وتشوه الجزور وسهولة انفصال القشرة عن الاستوانة الوعية اللي هي نبيب الخشب ونبيب اللحاء والتصاق حبيبات التربة بالجزر حتى لو أنا غسلته مئة مرة بلاحظ أنه الطين لسه ماسك فيه الشعيرات الجزرية على طول وأنا مغمضي بأنا عندي إصابة بالنيماتودة الموالح اللي بتسبب لي مرض خطير جدا اسمه التدهور البطيء في الموالح دي طبعا من الأفعاد الخطيرة اللي بتصيب أشجار الموالح في جمهورية مصر العربية زي اللامون والبرتوان واليوسفي والنارينجو تي طبعا أنتوا عارفين أن الشجرة بيكون عمرها لا يقل حتى تصمر لا يقل عن ثلاث سنوات وبتكون مكلفة حتى تصل إلى مرحلة الإسمار عندما تصاب بآفة بتقضي عليها وبتسبب جفافة فبتكون طبعا دي خسارة فادحة لصاحب البستان أو صاحب الحديقة وبالتالي لابد من الإسراع في إجراء عملية المكافحة والتشخيص السليم للمرض طبعا التشخيص الخاطئ بيؤدي إلى مكافحة خاطئة أو معلاج خاطئ وبالتالي خسارة اقتصادية تعالوا بنا أعزاء الطلبة والطلبات نوريكم مظاهر الإصابة بالصوت والصورة في شاشتنا المتميزة قادي جزر مصاب بنماتودة تعقد الجزور في الخضر والفاكهة وقادي الشكل العام لديدان النماتودة طبعا لاتورة بنعين المجردة وقادي أيضا جزر مصاب بنماتودة تتعقد الجزور تعالوا بقى ناخد عكس اللي احنا خدناه من شوية احنا كنا بنقول اسم الآفة وبعدين نقول مظاهر الإصابة بها هنا حنقول مظاهر الإصابة وبعدين وذكر لكم في النهاية في نهاية الفقرة ايه هي الآفات اللي بتؤدي لظهور الأضرار دي اول حاجة هناخدها الضرر الذي تسببه الحشرات للنباتات سواء كان محاصيل حقل او محاصيل خضر او محاصيل فكهة اول حاجة بتتغذى على الاوراق والبراعم والسيقان والثمار والمثال اللي عندي دودة ورق القطن والجراد طبعا عشان اجزاء اشطار طلبة المتفوقة انا سمعهم لانه اجزاء الفم فيها بيكون من النوع الايه القارض اتنين بتمتص عصارة النبات يبقى ساقب مص على طول لما تسمع تمتص عصارة النبات يبقى على طول كده زي عندي المن زي الحشرات القشرية زي البق الايه الدقيق ايضا عندي بتسقب وتصنع عنفاق في السقان والافرع والمثال اللي عندي ساقبات الزرة وناخرات الاخشاب اربعة تتجول داخل السمار والبزور والمثال اللي عندي زبابة الفكهة وفراشة ضرانات البطاطس خمسة بتحفر بين بشرتين الورق يعني البشرة العليا والبشرة السفلة والمثال اللي عندي لسه واخده انا من شوية صناعات الانفاق وناخرات الاوراق زي ناخرات اوراق الفول وزبابة البنجر ستة بتضع بضها داخل الانسجة النباتية والمثال اللي عندي التربس ودبور الحنطة المنشاري سبعة بتتغذى على جزور النباتات والاجزاء الارضية والمثال اللي عندي الحفار وبعض انواع الجعال تمانية بتنقل الامراض البكتيرية والفطرية والفيروسية وامراض البروتوزوة والمثال اللي عندي معظم الحشرات اللي ازاق فهمها بيكون من النوع الساقب الماص واشهر حشرة عندي طبعا اللي وردتك لها فيديو اللي هو حشرة المن وشفته عددها ازاي بتكون بالملايين وعدد اجيالها بيكون اكبر عدد اجيال حشرية اللي هو اربعة وخمسين جيل في السنة هناخد بعد كده اللي هو الاضرار اللي بتسببها الحشرات للمواد المخزونة يعني الحاجات اللي بتبقى متخزنة في المخازن يعني المحاصيل اللي بيتم متخزنها لحين استخدامها او الدقيق او البزور او الحبوب اول حاجة بتسبب تلوث الحبوب بافرازتها وبتتغزى عليها اتنين بتسبب خسار في الحبوب المخزونة من حيث الكم وايضا من حيث الكافية يعني من حيث الوزن ومن حيث الجودة تلاتة بتعمل على انتشار المسببات المرضية الفطرية لانها بتعمل سقوب وبالتالي هذه السقوب بتكون عبارة عن جروح وبالتالي المسببات الفطرية بتدخل الى الجزء المصاب النباتي اما عن طريق فتحات طبعية واما عن طريق الجروح اللي هي من ضمنها الفتحات اللي بتعملها لايه الحشرات اربعة بيصاب الانسان بامراض الامعاء والتقاروحات الجلدية عند تناوله حبوب مصابة بالاكروس اللي هو طبعا اكروسات مختلفة جدا دي بتعمل حساسية للانسان وبتعمل تقاروحات جلدية تعالوا بنا عزاء الطلبة والطلبات نوريكم نمازج ادي لصناعات الانفاق ودي اللي بتتغزى بقرض الاجزاء النباتية وده طبعا النمل الابيض طيب تعالوا بقى نشوف الاضرار اللي بتسببها الحشرات للانسان والحيوان اللي هو احنا بقى او حيوانات اللي عندنا سواء كان حيوانات اليفة او حيوانات المزرعة اللي احنا بنقول عليها الماشية اول حاجة بتضر بصحة الانسان وبتنقله مرض خطير جدا بينتشر في المناطق المدارية والاستوائية وشبه الاستوائية اللي في قارة افريقيا في الجنوب المثال اللي هو مرض المالاريا والحمد لله جمهورية مصر العربية المرض ده اصبح من الامراض المختفية بتنقله بعوضة اسمها انسة بعوضة الانوفولاس طب فيه مرض تاني اسمه مرض النوم ده بتنقله زبابة اسمها زبابة التسي تسي اتنين بتضايق الانسان والحيوان والمثال اللي عندنا طبعا المثال اللي عندنا زباب والبعوض ونغف جلد البقر بتقوم بإقلال راحة الانسان ومضايقته والمثال اللي عند البرغيس والقمل وحشرة البق بتسبب اضرار ونقص الدخل القومي لما تسببه من خسائر للمحاصيل والمثال اللي عند الكوارض اللي طبعا بتشمل الجرزان والفقران والطيور اللي هي بتشمل العصفير وايضا الاكروسات المختلفة طبعا دي صورة بتوريكوا مظاهر الاصابة والضرر اللي بتسببه الافات الحيوانية للانسان والحيوان اخر حاجة بقى في حلقة النهاردة اللي هي اغراض حصر الافات ليه انا بعمل عملية حصر لالافة كلمة حصر يعني عد ومعرفة النوع يعني انا بنزل المكان المصاب بالافات بقى اتعرف على نوع الافة اللي عندي سواء كان افة نباتية او افة حشرية او افة حيوانية ثم ابدأ ان انا سجل فيه سجلات انواع الافات ومواعيز ظهورها والمحاصيل اللي بتتغزى عليها وابدأ بعد كده اخد كل البيانات دي وافرغها بحيس ان انا كل افة اكون مستعد لاجراء برنامج مكافحة خاص بيها تعالوا نشوف مع بعض كده ليه انا بعمل عملية حصر ليه هذه الافات اول حاجة الحصول على معلومات عن نوع معين من الحشرات التعرف على انواع الحشرات اللي بتصيب محصول معين المساعدة في رسم برنامج المكافحة ضد افة معينة الحصول على بيانات على اساسها بيتم سن قوانين الحجر الزراعي بيستخدم الحصر الفينولوجي للحصول على بيانات بتستخدم كسجل لمواعيد ظهور الافات والحشرات وكسافتها وايضا بعرفني العلاقة بينها وبين العوائل في منطقة معينة بتستخدم كخط الدفاع الاول في اوقات الحرب البيولوجية اعرفكم في الحلقة القادمة ان شاء الله يعني حرب بيولوجية قد يجر الحصر للتعرف على الافات التي تتصرب داخل البلاد او غير معروفة وذلك لتحديد اماكن انتشارها واخر حاجة بيستخدم الحصر لارشاد الزراع الى الوقت المناسب لمكافحة الحشرات على محاصيلهم بكده اعزائي الطلبة والطلبات نكون خدنا في حلقة اليوم تعريف الافات وانواع الافات سواء كان نباتية او حشرية او حيوانية واسمنا الافات الحشرية لتلت اقسام على حسب عدد عوائلها وانا وحيدة العائل ومحدودة الافات اللي بتتغزى بقرض العائل والافات اللي بتتغزى بامتصاص عصارة النبات والافات ذات الطابع الخاص وايضا اخذنا الافات الحيوانية واخذنا بعد كده الضرر اللي بتسببه الافات للمحاصيل والمواد المخزونة وايضا الافات الضرر بالانسان والحيوان بكده اعزائي الطلبة والطلبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال على امل انتقي بكم في حلقات مقبلة باذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته